طيب اه دلوقتي يا دكتورة عشان انا يعني انا خلاص انا خلاص عارفنا ان احنا من سنين طويلة وان احنا حقل تجارب لكمة ريل ومش كمة ريل وحقل تجارب لأشياء كثيرة جدا 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 انا عشان فيه والموضوعات حسب ما فهمت من حضرتك سواء وحنا بنتكلم او سواء في الفترة الاستراحة اللي فاتت دي ان كل حالة مرتبطة بالتانية انا مش عايز اركب حالة على حالة ومش عايزين نحط موضوع تاني بس انخلينا نتكلم واحدة واحدة لان احنا ايه في حالة صدمة في لزء كبير مننا في حالة صدمة لان احنا معنا كده انه طب احنا بنتكلم في ايه معنا كده احنا بنتكلم في ايه ازا كان احنا عادي في بلدنا وطيلة طيارة ترش رش علينا اللي حيموت يموت ولا حتتعامل اللي مانه اللي ممكن يتهطل في دماغه يتهطل ممكن النهاردة يأثر علينا بنبعد يخلينا كلنا معصبيين ممكن يأثر فبقى فيه توليه عام وده علم لغاية ما نوصل حضرتك قلتينك متخصصة في هذا المجال من 22 سنة ليكي ابحاث بره طيب ودراسي والا والا حنعرف ده السؤال التاني ان احنا عايزين نعرف انت كنت برضه بتقوليني ان فيه شرائح بتتركب وفيه اتنين مليار حطينا في لدهم يعني ما زالهم انا مضحوك عليهم بس يعني يعني نتكلم في دي الاول ولا نتكلم في مشروع جن الفضائي لا خلينا في دول لا خلينا في دي بس الاول قوليلي في الدراسة بتاع الحضريك عامل ابحاث انت بتبقى بقى لك 22 سنة ومتخررة وعمل ابحاث بره في الحدادة دي كلها ابحاث في ايه وفيه انا اصلا انا يعني مش دخلة في ده كنحية بحثية بس انا لها تجارب خاصة بس عن تجارب الخاصة متشابكة مع التقنيات الحديثة اللي باستخدام الماجناتك فيلد او باستخدام مجالات المنصية فانا ده المجال ده انا عارفها كويس الجزء بالشكل اللي هو التأثيرات البالوجية بتاعت الماجناتك فيلد دي كانت من الشكوك المهمة في اي باحث بخصوص الموجات المنصية وتقنياتها لان طبعا هي تعتبر من اسلحة الدمار الشامل يعني لازم نعرف ان الماجناتك فيلد سلاح زي هارب سلاح زي الاسلحة اللي هي مستخدمة حاليا دي من اسلحة الدمار الشامل يعني زي ما قلت هارب من السنوات كمان قبل التطور الرهيب بالاخير بتاعه يعادل مليونكم بلا زرية يعني حضراتك عارف يعني ايه سلاح يعادل مليونكم بلا زرية لكن احنا دلوقتي احنا بنوحد الكلام في الكلام على السيطرة العقلية عشان كده عمش عايزة يعني انا لما بذكر هارب او بذكر الكيميترال او بذكر دلوقتي هننذكر مشروع الجن الفضائي ومشروع الرفايد اه شب اللي هي شرائح التحكم انا اللي هميني ده كله اللي هو الموضوع بتاع النهاردة ان انا صب في الحاجة الوحدة تقنيات السيطرة على العقول وكيف تستخدم على شخص طب انا فيه سؤال انا فيه سؤال اه اللي هو خالد عازمي بيقول لي اذا كان من سهل التحكم في العقول من خلال رشد الكيميترال لا تحكمت امريكا واسرائيل في عقول فلسطيني تنازل عن الرضي ولا تحكمت امريكا في عقول باقي الدول اللي هي منع العالم لو الله يا عم خالد انا عايز اقولك مهم سيطرين عليهم خلوهم اتقسموا يعني ليه ما حسبتاش كده وفي حد يقول ان الفلسطينيين بدولتين وبنتنين بتخنقين واخدين قصرة من بعض فاتح وحماس ربما يكون ان هذا الموضوع من ده وبعدين هو مش هتحكم على كل الشعب وممكن تحكم في قيادات وبعدين احنا حنقعد كل حالة بنرفضها وننكرها وكلام ده كل مولود وانا المناقشاتي معه وكلام ده كل انا عشان احاول هو في نقطة كمان في الهت دي اولا انت بتقود هذه الحروب بحيث تبني بطريقة طبيعية زاد انت يخصك فيها برضو حاجتين ان انت مش هتحكم على طول انت عايز تقود حروب اللي هي تؤدي لتشاحن عشان ده هيعود عليك باموال انا عايز افاهم الناس اللي دايما انتسأل السؤال ده ان امريكا 80% جماعة او 85% من الاقتصاد الامريكي مبني على السلاح تاني حاجة ان هم محتاجين جدا البلاك باتجيت الداخلي اللي هو بيأتي للعصابات المسلحة عن طريق تجارة المخدرات عن طريق الاموال المسلوبة عن طريق الاموال المنهوبة عن طريق كذا عن طريق كذا عن طريق السطو على موارد الدول فهو الموضوع بالنسبة لهم تحريك تحريك للحروب الداخلية تحريك لمجريات الامور تحريك لكذا لانك انت عندك المخطط الاساسي بتاعك لونقاط أنت بتوصل لها بطرق متعددة فطرق دي حروب الإبادة قبل ما توصل للنظام العالمي زي ما قولنا ودخلوا يا جماعة على لجنة الخطر الداهم شوفوا بكلام بقولوا شوفوا التوصيات الرسمية موجودة على لجنة الخطر الداهم يكتبوا لجنة الخطر الداهم ويشوفوا حروب الإبادة ويشوفوا تفاصيل حروب اللي بدأوا له تفاصيل كتير جدا وللأسف أنه ممكن تلاقى في مواقع أجنبية مش مترجمة العربية لكن ممكن أنتم بسهولة أنتم ترجموه ممكن أنتم تحط كل موقع دي على الصفحة على صفحة البرنامج عشان نخش ونتكلم من ده لكن هو باختصار أنه هم عايزين وافتكروا الموضوع ده كويس أن عايزين قبل إقامة النظام العالمي الجديد أن يوصلوا لنظرية المليار الزهري أن سكان الأرض وممكن تدخله على فكرة هتلاقوا برضه ألف فيديو موجودة على اليوتيوب عن مخطط الإبادات أنك أنت هتبيد أكتر من 80% نخش على إيسا على إيه عشان نلاقي الفيديوتيوب على مثلا الألوميناتي أجندة إن هم أجندة الألوميناتي لإبادة 80 من 80 إلى 90 في المهم سكان الأرض اسمها كده؟ وداخل فيها الأجندة 21 برضه أجندة 21 دي معلنة ورسمية طب أستسمحك أن النهار ده إن شاء الله قبل ما تنامي تحطي على صفحة البرنامج ومع عمر الـ IT بتاع البرنامج يعني أقولك أنت عارفين بقى إن شاء الله بحيث حطي كل الفيديوات ده عشان إيه ده وإيه وده بتاع إيه عشان نستشوف ولو ما كانش على بكرة بالكتير عشان أنا هدخل برضه في يعني هراح في الحتة اللي فيها المشاكل دي كلها طيب فالنقطة بعد الوقت عايزة برضه أدي لمحة إحنا في الجزء اللي قبل الفاصل تكلمنا على موضوع اللي عايزة كتفهموك كويسين دي حاجة كارسية جديدة محدش تكلم فيها في الدول العربية اللي هو استخدام إنه كتقنيات هجوم على الأفراد بإدخاله مع الكيمترال وبإدخاله كعامل مساعد لتحكم جهاز هرب في السيطرة التامة على الوقول والأفراد والاستحواز طيب ماشي النقطة ليه بدين آه ماشي أوكي يعني خلاص فهمنا دي فيه بقى نقطة قبل ما ندخل في حاجة كمين آه إنه من حوالي سنتين ونص ثلاث سنين آه كان فيه مشروع ده وافق عليه رسميا الكونجرس الأمريكي اسمه مشروع الجن الفضائي مشروع الجن الفضائي ده عبارة عن إيه اسمه إيه بالآه ما هو بالعربي اسمه الجن الفضائي لا لا اسمه بالآه أول آآ مش فاكرة آآ ده جينيز آآ ساتيلايت أو الجوب أو بتاع بس أنا فاكرة أنه هو الجن الفضائي بس أنا 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 معايا فيديوز بي يعني آآ آآ النقطة بقى ايه مشروع الجن الفضائي ده إن النفس اللي احنا اتكلمنا من شوية عليه على هرب لو استخدام الموجات أيوة أيوة ما هي نظرية واحدة هي نظرية واحدة واخدة عدة أشكال من الأسلحة بس سبيلة من هرب أيوة طب حضرك سامحي هي نظرية واحدة واخدة عدة أشكال من الأسلحة مختلفة القدرات نظرية إنك أنت تارجتينج أو بتستهدف أشخاص بالمجالات المغناطسية بتستهدف أشخاص بالموجات المايكرويف اللي هي قادرة على حاجات كتير فده زي ما قولنا بيؤديها هرب بيؤديها برضو أسلحة غير هرب وعلى فكرة منهم سلح الأشخاص اللي أنا باستهدفهم دول لازم أكون أنا حطط له نانو في دسم لا مش شرط دا دي بتزود بقى التحكم بطريقة دقيقة جدا شخص العادي ممكن بخارب عن طريق منزومة الأكمار الصناعية اللي إحنا بنتكلم عليها حيروح له إزاي؟ حيروح له إزاي؟ دا هي بتدخل الأكمار الصناعية دي بتدخل بتستغلة حاجة في الجسم اللي هي الأشعة تحت الحمرة الصدر من الجسم والأشعة تحت الحمرة اللي هي ترددات معينة الصدر من المخ بتدخل بتدخل على دا وبجيب بصمة الشخص الزتي يعني إذا الشخص اللي عايزينه دول بيبقوا عارفين عنه حاجات عندهم معلومات عنه بيبقوا بصمة ذاتية له يعني ما عارفين له ورحل له بالزبط مش أي حد يعني مش حيروح علان فلان مش حيروح له يعني طيب ماشي طيب طالما حدريك سألت السؤال ده هتكلم على قدرات الأكمار الصناعية يا جماعة برضو ده من الحاجات اللي هي يعني احنا نردع تاني ما تاخدناش في السكة المشروع بتاع أمريكا كان هو ده بعد ما وصلت قدرات الأكمار الصناعية إنها برضو بدل ما أنت مثلا بتشغل هارب عشان تعمل تارجيتينج أو تعمل استهداف لحاجة على بعد ألاف الكيلومترات فأنت بتقوم زي ما قلنا هارب بيقوم مسخن طبقة الآيون السفير يعني بيسخن طبقة بعد الأزوم وبيقوم على حسب بقى الاستخدام اللي أنت عايز تستخدمه أن أنت تعمل تارجيتينج للمنطقة دي أو لشخص معين باستخدام بقى الأكمار الصناعية ممكن تستهدف شخص محدد أنت واخد بصمة الأشعة تحت الحمرة بتاعت مخه لو بيبقى زي رسم مخه كده ممكن الأمار الصناعية قدرة أن هي تعمل بصمتك بيعرفوا البصمة دي منين مهم بيدخلوا على شخص محدد لا يعني أنا مهم مش هيخص على شخص هيخلوا على شخص مسؤول يعني له قيمة لوزن بتاع الشخص ده بيبقى مثلا تحت إديهم فعملوله أشعة ولا عملوله تحليل دم ولا خدوا منه عينة أول قبل بياخد البصمة بتاعتك بيبعرف مكان وجودك أو تواجدك قبل استهدافك في الأول وممكن أنت مثلا أنت سفرت صدي ممكن تحصل من طريقة أنت سفرت هنا أنا أصده وبيعرفوها إزاي البصمة بياخدوها إزاي من أشعة ولا من تحليل يعني من دم ولا من أشعة ولا من دم لا 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 ممكن تحليل عن بعض ممكن تحليل عن بعض إزاي يعني تحليل عن بعض لأنك أنت ليك بصمة خاصة في الأشعة تحت الحمرة اللي خرده حسنتي مو هيعرفوا إزاي الأشعة الحمرة بتاعت هيبعتنا عن بعض يعرفها كمان أيوة دي بتحصلها تحليل عن بعض على فكرة ممكن تحصلها يتعمل لك أنت بصمة وبيتعمل لك ملف عن طريق أكمار صناعية واللي مش أولا على فكرة أيوة أنا 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 لو عايزين يحملوني أنا محصول في 18 مليون حيدبوني إزاي حيدبني أنا من 18 مليون إزاي لا دي بيجيبك بطريقة سهلة لأن إحنا من حوالي مثلا من 20 سنة لك مرة صناعية قادرة أن هي تجيب صورة سلاسية بتدخلها كمان داخل البيت يعني بتكشف البيت من الداخل بتجيب بصمتك بصمتك يعني أنت ليك كذا بصمة ليك عن طريق الأشعة الحمرة بصمة حرارية بصمة بتاعة الأشعة الحمرة اللي هي خارجة من نشاطك الأقل دي بصمة شخصية بيك على فكرة بتعمل لك ملف بيه وفي مرة بس أنا عارف أن هداك نرفز عليها وقلت لك أن في مرة هنبقى نمسك الموضوع ده عشان نعرف إيه هو سلاح إشلون لأن سلاح إشلون ده مصيبة يعني هاري سود مش هنخش في حالة تانية ونبي يا دكتور يا ربني خلي طيب عايزين دلوقتي نمسك حاجة مهمة جدا قدرات الأقمار الصناعية من فترة كبيرة توصلت أن يتستخدم نفس فكرة الاستهداف بالموجات المغناطسية ونفس فكرة الاستهداف بالموجات المايكرو ويف وتضيف عليها كمين أسلحة بلازمة سلحة بلازمة برضو كل البرانش ده اسمه الأسلحة النظيفة أسلحة الضمار الشامل النظيفة لا أنت لا يمكن تمسكها عليهم لا يمكن تقبض عليها يعني أنت متعرفش تقبض على حد أنت هرب عمال يشتغل عندك كل يوم ومتقردش تقبض على حد وهو ما أسلحة متقدرش تحصره متقدرش تحصره متقدرش كذا فهي تقع تحت مسميات أسلحة الضمار الشامل تقع تحت مسميات أسلحة الضمار الشامل النظيفة فدلوقتي القدرات بتاعت الأقمار الصناعية دي استقلت في مشروع كان اسمه مشروع الجن الفضائي مشروع الجن الفضائي ده عبارة عن إيه وإيه الهدف منه أقوى فضل أستاذ هشام سلام عليكم أستاذ هشام سبراهيم سلام عليكم سلام ورحمة الله إزاي حدثتا الحمد لله هو أنا طبعاً برحب بالدكتورة اللي ما حدرتك السفسر هو لو كان الغرب يعني وصلوا لهذه التقنيات ليه ما عملوش التقنيات دي لأنه ما يحلوا مشاكلهم يعني هم عندهم نسب انتحار في أوروبا وفي أمريكا وعندهم انحراف في الأخلاقيات ليه هو ما استغلاش الاستغلال على العقول دي لأنه هو يسايفر على العقول الناس بتوعه في الاتجاه البوزيتف يعني الإيجابي ليه هو وصل للتقنيات دي للناحية النيجاتيب أنه يسيطر على الواطن العربي بهذا الشكل هل هو بيوهمنا بالتقنيات دي يعني هل هو موصل للناس أنه هو وصل للتقنيات عالية جداً أنه يسيطر على العقول وهو ما زال عنده مشاكل في عقول أفراده هو شخصياً أو المواطن الغربي اللي هو الأوروبي أو الأمريكي ممكن أعرد على طبعاً السؤال ده متكرر وسؤال بديه جداً يعني بديه جداً ناس تسأله وبديه جداً ناس تسأل طب الدول دي وأنا هنا بكلم في الشق الصغير على الفكرة أنا بكلم في كشور أنا بكلمش من الواقع اللي هو الفعلي فبديه جداً ناس تسأل طب لو الدول دي ما سمعها كذا السؤال متكرر طب ليه ما سمتعملش كذا طب ليه ما سيطرتش على الدول طب ليه سايبينها طب ليه بدين موجاتها سكرية زي ما قلنا أن أولاً أنا عايزة أفهم الناس حاجة أنت دلوقتي لما بتقول طب سيد شام في حالة تانية سيد شام خطأ طيب طب عايزة أفهم الناس حاجة دلوقتي الناس مثلاً اللي بتتهم اللي بيتكلم عن الموضوع ده أنت بتهزم في قدرات الغرب أوكي أنا عايزة أقول لهم أو بتهزم في قدرة الشيطان أو بتهزم أولاً الشيطان ده بالنسبة لقدرة ربنا ده لاشي هباء لكن إحنا في ظل منظومة شيطانية في المراحل النهائية اللي هو إحنا بقى في المراحل النهائية اللي هو عايز يسلم يعني هو عارف بقى المراحل النهائية والمراحل النهائية ده كلين على أكبر فتنة لم يحذر منها أنباء الله جميعاً يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الرسول السابقين لما قالوا دي أخطر فتنة جاءة على الأرض ما قالوا هاش هباء ما قالوا هاش هباء دي أخطر يعني الأرض اللي مرت بالحروب دي كلها اللي مرت بالعمليات الشر دي كلها دي أخطر فتنة مرة على الأرض فلا تقول لي أني أنا أعظم من كذا لأنني لا أتكلم عنه أنا واحدة شغلة فيه أنا لست نقل الحدث أنا واحدة فاعلة فيه أنا الحاجات دي أنا اطلعت عليها واشتغلت فيها وما أتحدث عنه هنا هو كشور كشور اللي هو هيستوعبها الناس للأسف الإعلام أو التعليم أو عدم وجود قنوات معرفية لم تتح للشعوب العربية أنها تبقى من سنين مطلعة على الحاجات دي فأنا بقول كشور اللي هي تقدر الناس تستوعبها هذه هي كشور من الحقيقة لكن عايزة برضو أقول على حاجة أن لازم الناس تفهم حاجة إحنا من اعتبرها عندنا عقيدة أن لا يوجد لا يوجد أي منظومة في الدنيا إلا لو كانت المنظومة الإلهية لا يوجد لها نقاط ضعف ونقاط اختراق ولا يوجد أي تقنية في الدنيا لا يوجد لها تقنيات مضادة فعشان كده أنا دوقتي اللي ما بتكلم مثلا في حاجات حديثة أو عشان كذا إحنا فيه طبقة تانية فاعلة ممكن غير ظاهرة للناس بتشتغل بس بإمكانيات ضيقة جدا في التقنيات المضادة إحنا عايزين بقى نعلي إحنا عندنا يا جماعة على قد سوق التعليم في مصر وعلى قد الاختراق اللي حصل في مصر إحنا عندنا أحسن عقول إحنا فعلا عندنا أحسن عقول يعني فعلا عندنا أحسن بساعة